من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرات المشاهدين الكرام أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وبعد فلازلنا نتابع معا تفسير الآيات العلمية في القرآن الكريم ووصلنا معا إلى صورة طه ونتوقف مع هذه الآيات التي تعبر عن حوار ضار بين موسى عليه السلام وبين فرعون مصر قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بار القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى ثم بدأ يصف موسى أو يعرض موسى على فرعون بعض صفات الخالق سبحانه وتعالى استلانة لقلبه وخطابا لعقله لعل الله تعالى أن يديه إلى الحق فقال عن رب العزة والجلال الذي جعل لكم الأرض مهدى وسلك لكم فيها سبلا ونحن نعلم أن الأرض بدأت بتضاريس معقدة للغاية ثم سخر ربنا تبارك وتعالى عواب للتعرية من الرياح والمياه الجارية والجليد والجاذبية وأنواع الحياة المختلفة تبري في قمم الجبال وترمي في المخفضات تشق الفجاج والسبل تكون المخفضات المختلفة بفعل الحركات الأرضية الداخلية حتى تكونت السهول والوديان والأنهار والبحيرات وتشكلت الأرض أخذت صورة ملائمة لحياة الإنسان والحيوان والنبات عليها ولو دفعت الأرض ثمن هذه الطاقة التي بذلت من أجل تسوية سطح الأرض وتهيئته للحياة ما كانت كل أموال الأرض كافية لذلك فهي نعمة من نعم الله التي يمن به علينا قال الذي جعل لكم الأرض مهدى وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى وسبق أن قلنا أن دورة الماء حول الأرض دورة تتم بإعجاز كامل يشهد للخالق سبحانه وتعالى بالربوبية والألوهية والخالقية والوحدانية المطلقة فوق جميع خلق فمن الذي سخر الشمس تبخر الماء من أسطح البحار والمحيطات ومن أسطح الأنهار والبحيرات ومن نفح النباتات ومن تنفس وعرق ودموع الإنسان والحيوان غير الله الخالق سبحانه وتعالى ثم تصعد هذه الأبخرة لتجد أن الله تعالى قد هيأ لها طبقة باردة فتتكثف عندها وتبقى قطيرات فائقة الدقة لا يمكن أن تنزل إلى الأرض بفعل جاذبية هذه الأرض فيرسل ربنا تبارك وتعالى طائفة أخرى من الرياح التي تحمل نوة تكثف هباءات الغبار قطيرات صغيرة من الملح أو حبوب اللقاح فتبدأ قطيرات الماء في السحب تتكثف على نوة تكثف هذه حتى تصل إلى كتلة تسمح لجاذبية الأرض أن تشدها إلى أسفل فينزل المطر ولا يقوم بذلك أحد غير الله سبحانه وتعالى فقال وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى وتؤكد الآية على أن النباتات خلقت في زوجية واضحة كما خلقت الجمادات وخلقت الحيوانات وخلق البشر حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلق ثم يأتي الأمر إلهي كلوا ورعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأول النهى أصحاب العقول أصحاب الفكر أصحاب العلم أصحاب العقل إن في ذلك لآيات لأول النهى ثم تنتقي الآيات بشهادة أخرى على طلاقة القدرة الإلهية فتقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى وهذه أيضا من أعظم علامات القدرة الإلهية لأننا نعلم أن آدم عليه السلام خلقه ربنا تبارك وتعالى من طين الأرض ثم نافع فيه من روحه فكان هذا المخلوق المكرم أبونا آدم عليه السلام ومن نفس المادة التي خلق منها ربنا تبارك وتعالى أبانا آدم خلق منها أمنا حواء عليه رضو الله فهذا الأصل الطيني نثوارفه جميعا وقلنا في لقاءات سابقة أن الجنين في رحم أمه وهو يحمل جزء من أبوين الأوليين أدم وحواء عليه السلام هذا الجنين يتغذى على دم الأم ودم الأم مستمد من غذائها وغذاؤها مستمد من عناصر الأرض وماء الأرض فكأنه ينمو من طراب الأرض حتى يصل الجنين إلى كمال النطج فيولد يتغذى على لبن أمه أو على لبن أم غيرها إذا كان هي لا تستطيع أن ترضعه أو على بعض الألبان الحيوانات وكل هذه الألبان مستمدة من غذاء صاحب اللبن وهذا الغذاء مستمد من عناصر الأرض من طراب الأرض ومن ماء الأرض فكأن الجسد ينمو من طراب الأرض فإذا ما مات الإنسان يبدأ جسده يتحلل وقلنا أول مراحل التحلل تصل بالجسد على هيئة صلصال كالفخار كما قال ربنا تبارك وتعالى ثم إذا دفن يبدأ هذا الصلصال في التحلل التدريجي فيتحول إلى طين آس له رائحة وله عفن وله شواد ثم يتبخر مزيد من الماء يتحول إلى الطين ثم يتحول إلى سلالة من طين ثم يتحول في النهاية إلى طراب الأرض لذلك نقول أن عملية الوفاة في الدنيا بتعكس عملية الخلق الأولى خلق أبوين آدم وحواء عليهما رضاون الله فالعلم الآن يؤكد لنا على دقة هذا التعبير القرآني الذي قال فيه ربنا تبارك وتعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى وكانت عملية البعث عبر التاريخ هي حجة المعاندين والمكابرين والمتنطعين إذا كنا عظاما ورفاتا إنا لم نبعثون خلقا جديدا فجاء المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا النبي الأمي يعلمنا كيف يتم البعث فقال صلى الله عليه وسلم كل بني آدم يبلأ إلا عظما واحدا هو عجب الذنب منه خلق وفيه يركب يوم القيامة يأكل الطراب كل بني آدم إلا عجب الذنب وحينما سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم ما هو عجب الذنب قال عظمة في حج محبة الخردل في نهاية العمود الفقري في نهاية العصاص والعلم التجريبي المكتسب بدأ يثبت لنا أن هذه العظمة تبدأ كشريط دقيق للغاية على ظهر الجنين في أسبوعه الثاني وأن الخلايا تمر بهذا الشريط فتتخصص وتتكون منها كل أعضاء الجسم لذلك أثبت العلم المكتسب أن كل جسم الإنسان ينمو من هذا الشريط الذي يسموه الشريط الأولي أو the primary streak بعد أن يتم تخلق الجسم بالكامل ينسحب هذا الشريط إلى نهاية العمود الفقري فيثبت ما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم أن منه يخلق الجسم كله بعدين يقول العلماء بأن هذه العظمة الصغيرة حاولوا سحقها حرقها غليها لم تفنى أبدا فأثبت النص الأول من الحديث أن هذه العظمة لا تبلى أبدا كل بني آدم يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب منه خلق وفيه يركب يوم القيامة ثم يقول صلى الله عليه وسلم ما بين النفختين أربعون والنفقة الأولى التي يموت على إثرها كل حي والنفقة الثانية يبعث على إثرها كل ميت قال ما بين النفختين أربعون ثم يبعث الله ما بين النفختين أربعون ثم ينزل الله ماء من السماء فينبتون كما ينبت البقل وبذلك نقول أن العلم المكتسب أثبت صدق ما جاء في القرآن الكريم وما جاء في أخوال خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم ويؤكد على ما جاء في هذه الآية الكريمة منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة أخرى وإلى لقاء قادم إن شاء الله أستبدعكم الله الذي لا تضيع عنده الوداع داعيا لكم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته